اتأكد بس قبل ان تساجل كده البرزمتيشن عندي فانجل بينا ايه بينا نروح بقى نبتدي التسجيل اه الانتي فانجل دراجز اه رغم ان هي يعني مش واخد حقها اه في التدريس لكن هي مهمة جدا لان الفانجل انفكشن فيري كومن ومن غير ما يكون عندي انتي فانجل دراجز اه الفانجل انفكشن ما بتخطفش لوحدها عكس البكتيريا الانفكشن ساعات تبقى سلف ليميتنج او الفيرل سلف ليميتنج الفانجل انفكشن ما هي سلف ليميتنج مفيش واحد فينا مجالوش فانجل انفكشن قبل كده وده سبب اهميتها عدم الاهتمام بيها بيرجع ان احنا دايما بندرسها في اخر حاجة في المنهج وبنبقى مستعجلين فبنكروتها انا مش هكروتها انا هديها حقها احنا عايزين نعرف ازاي الانتي فانجل دراجز بتشتغل كل ميمبر فيها بيشتغل ازاي عايزين نعرف ازاي عالج نوعين الفانجل انفكشن النوع التاني النوع الاولين من الفانجل انفكشن انها بتيجي على صعط حج جسمه من بره يعني سكين يعني ميوكاس ميمبر انه ما تدخلش جوه وده الاصابات اللي اغلبنا اصيب بيها سوبرفيشا الفانجل انفكشن عندنا نوعين من السوبرفيشا الفانجل انفكشن نوعين كبار الدرماتوفايتس الشهيرة باسم التانية وده غير التانية بتاعت البراصيتولوجي غير التانية سوليام والتانية سيجيناتة لا ده التانية سببها فط اسمه الدرماتوفايت والكنديدا قلبي كان اللي هي الكانديدياسيس او المونيليازيس دول اشهر اثنين سوبرفيشا الفانجل انفكشن لو الفانجل انفكشن دخل جوه الجسم في بعض الفانجل انفكشن تدخل الدرماتوفايتس ما تدخلش الكنديدا ساعة تدخل وانواع اخرى كمان غير الكنديدا ديب اسمها ديف فانجل انفكشن والديف فانجل انفكشن علاجها من اصعب ما يكون واحيانا كثيرة بتنتهي فيتل يبقى عندنا الكنديدا ممكن تدخل بعد ما كان السوبرفيشا تبقى ديب عندنا الاسبرجلوزيس وعندنا الكوكسيدو ميكوزيس طيب اه ليه تدخل جوه عادة الفانجل انفكشن ما بتدخلش جوه الجسم الا لما تضعف المناعة واعتقد اغلبكو اه شاف وسائل الميديا عن الفطر الاسود حد سمع عن الفطر الاسود الجديد ده الفطر الاسود ده في الهند تسبب في وفاة اه حاجة وتمانين الف واحد ليه الفطر الاسود انتشر في الهند انتشر لضعف المناعة نتيجة الكوكسيد انفكشن ونتيجة علاج الكوكسيد بالكورتيزونات فده يديك فكرة ان الفطريات عادة سيف وبتطلع على سطح الجلد لكن اذا دخلت جوه الجسم بتبقى في منطها الخطورة نبتدي نشوف بقى الانتي فانجل دراكز اللي عندنا وهتشتغل ازاي اه دي جدار خلية الفانجلس جدار خلية الفانجلس بيختلف عن جدار خلية البني ادم خلية البني ادم بيبقى فوسفوليبيد ومعها كوليستيرول ده فوسفوليبيد ومعها ايرجوستيرول وتم تصنيع الارجوستيرول في الساركوبلازم كريتيكلوم ابتدى من الاسكوالين زي الكوليستيرول بالصبت تبتدي من الاسكوالين ويتحول لانوستيرول ويتحول لارغوستيرول تبقى انسرت في السيل ميمبري لو انا عايز اموت خليط الفانجس اشوف دواء يمنع لتصنيع الارغوستيرول تاني حاجة في الخليط الفانجس البروتينات بتاعتها تصنع بالنيوكلس النيوكلس فيها DNA وDNA صنع RNA والRNA يصنع المسنجر RNA اللي بيصنع للبروتينات من الحاجات اللي بتتصنع المايكروتيبيوريز اللي هي تيبيولين بروتينز اللي بتستخدمه الخلية في الانقسام انا ممكن اضرب البافوي اللي شغال في النيوكلس وممكن اضرب البافوي في المايكروتيبيوريز نبتدي بقى نشوف الادوية اللي عندنا منع تحويل السكوالين للانوستيرول بتعمله مجموعتين من الادوية والاثنين عشان ما تنساهمش بحرف T تيربنافين وطولنافتين يبقى التيربنافين والطولنافتين بيانهبت السكوالين ابوكسايديز طب ننزل لتحت شوية عندنا تحويل اللانوستيرول لارجوستيرول بيعمله مجموعة الازولز الانزايم هنا اسمه سيتوكروم بي ربعمية وخمسين واحد من الايزايمز بتاعته بتفيدني بتصنيع الارجوستيرول بس ناخد بالنا بقى هنا ان زي ما بمنع تصنيع الارجوستيرول هي كمان بتمنع لتصنيع الارجوستيرول في غيوما وهيكون لها ادبرس افكس نتيجة منع تصنيع الكوليستيرول في البناء ادمين يبقى مجموعة الازولز بتانهبط تصنيع الارجوستيرول عن طريق انها تانهبط السيتوكروم بي ربعمية وخمسين واحد من السيتوكروم بي ربعمية وخمسين ايزوزايمز طيب الارجوستيرول ده قدر كمان اخلعه من جدار الخلية بعد ما يتحطي فيها بمجموعة اسمها البولين انتيفانجل ودي خدناها في الجنرال واحنا بنتكلم على السلم برين قلنا البولين انتيفانجل ودي ما عنديش منها الاتنين واحد اسمه النستاتين والتاني اسمه انفط رسين بين يمسكوا فيه الارجوستيرول ويخلعوه فيسيبوا خرم مكانه يخلي محتوى الخلية تطلع بره ننتقل لنيوكليس عندنا دواء واحد بيشتغل على نيوكليك اسد اللي هو الفلوسايتوزين الفلوسايتوزين بيمنع تصنيع الDNA واي دواء يمنع تصنيع الDNA دايما يكون له مشاكل كتيرة في الهيومن وده عشان كده بنشيله للسيستيميك فانجل انفكشن عندنا الجريزيوفالفن الجريزيوفايفن بيشتغل على المايكروتيوبيوز بتحتاجها الخلية في الحركة الحركة عايزها عشان تنقاسم لخليتين ميتوزس بيبقى الجريزيوفالفن بيينهيبت الميتوزس واخيرا عندنا دواء نازل جديد مجموعة اسمها الإكاينو كندينز الإكاينو كندينز بتشتغل على كارير بتستخدمه الخلية في تصنيع السيلول بتاحها السيلول بتاحها غير السيلول بتاع التبيل اللي كان فيه مايكوليك اسم وغير السيلول بتاع البكتيريا الجرامبوزطف اللي كان فيه بمطايدو جليكين أو الميورين هنا الأدوية دي بتإنهبت حاجة اسمها جولوكان بوليمر الجولوكان بوليمر ده موجود في السيلول بتاع الفانجاي يبقى يبقى كده أهم حاجة في الأنتفانجل في الأسئلة الميكانيزم في أكشن اسم الدواء الميكانيزم بتاعه خلصنا كده ندخل بقى على الحاجات اللي هنعليك التانية دي رسمة بتبين لي التانية بتيجي فين التانية ممكن تتيجي عند كولة القميص أو البلوزة اللي أنا لابسها في الحتة دي اسمها التانية فيرسي كالر أو التانية الملونة أمك بتيجي دايما بتيجي لما تروح المصيف ترجع من المصيف عندك التانية فيرسي كالر وده نوع خفيف من التانية وعلاجه سهل جدا زي ما بقول التانية دايما سوبرفيشيال كلما كان الحتة من الجلد اللي بتيجي فيها التانية رؤياء كانت فاطرة العلاج أقل فالتانية فيرسي كالر بتيجي في حتة رؤياء جدا من الجلد اللي هي في الرقبة والحتة اللي حواليها من الكتاف من الظهر ومن قدام أهي أدي شكلها يا ترى الصورة باينة كده شايفين الصورة دي ولا مش واضحة أهي واضحة ده النقطة البيضة دي طبعا هنا سيفير لأن نزلت لحد نص الظهر كانت تبقى الأول نقطة البيضة بعيدة عن بعضها كلما تقتر تلزق في بعضها وتبقى بالشكل ده دي اسمها التانية الملونة أو التانية فيرسي كالر ممكن تبقى في حتة أدخن شوية تانية كوربورز أو تسمى التانية سرسيناتا الصورة هنا غمقة شوية بتبقى بقعة كلها فيها تانية وبعدين تبتدي تفضى من جوة وتسيب حلقة من برا عشان كده بتسمى التانية الحلقية أو التانية السرسيناتا ما بين الفغدين الحتة اللي مليانة عرق دي الفطر دايما يتواجد في الأماكن المبلولة اللي في عرق ليه؟ لأن الفطر ده نبات وله جزور بتبقى مغروضة في الجلب لو جد في المكان ده اسمها التانية كوربورز شايفين؟ الحتة اللي فيها احتكاك ما بين الفغدين دي اسمها التانية كوربورز بتيجي بين صوابع الرجل ولما بتيجي بين صوابع الرجل اسمها التانية بيدس وبتيجي بين الصبع الثالث والرابع دائما لأن دول اكتر صوابعين في الرجل اللي في بعض ممكن تمد كمان بين الرابع والخامس لكن شايفين هنا مادة لتحت شوائعين لكن المكان الرئيسي بين صوابع الرجل الثالث والرابع دي اسمها التانية بيدس نطلع لفوق ممكن كل دول جايين في الجلب فترة العلاج بتاعتهم ثلاث أسابيع لأن الجلد هنا ما هواش جلدة خين لكن لو جات فيه شعر الراس يبقى اسمها تانية بيدس الحتة دي فيها تانية تلاقيها كأنها حتة وسخة كده من الشعر والشعر يقع فيها وإذا وقع الشعر فيها صعب أنه يرجع لأنه يتموت جدر الشعر دي اسمها تانية بيدس وزاعدت تلاقي الحتة اللي فيها شعر لسه ما مقعش فيه نقط صودة فيها ده العيان ده غسل راسه كويس ولكن نقط الصودة دي بتقول إن الشعر هنا لسه ما متش لكن الشعر في الحتة دي مات تانية كبيتس يعني جات فيه فروة الراس ودي دايما بتيجي عند الأطفال اللي عايشين في الأرياف اللي الطفل ما بيستحماش بالتلات لاربعة شهر دي تاخد ستة أسابيع من العلاج لأن جلد شعر الراس أو الأسكال بتخين نيجي بقى عند الضوافر دي بقى اسمها أونكومايكوزيس الأونكومايكوزيس طبعا هنا الضفر تخين جدا وفترة العلاج هنا هتطول لاثناشر أسبوع قادي أنواع التانية وادي مدد العلاج ناقص نقول هنختار ايه من الأدوية اللي احنا قلناها هنسيبها بعد ما ناخد الكنديدة الكنديدة كمان بتيجي في أماكن مشابهة زي ما قلت الفطر ما يجيش إلا في الأماكن المبلولة فممكن تيجي في الويتس كينبينز تانية الجلد تحت البط في الستات تحت البرست أو ما بين الفخدين الكنديدة عادة سوبرفيشيا لكن لو المناعة ضعيفة تدخل جوى الجسم قادي مكان التانية في البط أورال التانية في البط تبانك زي ما يكون الواحد واكل جبنة وما مضبطش بط متى تحدث التانية في الميوكس من بينين بتاع الماوس بتحدث التانية في الميوكس من بينين بتاع الماوس في طفل صغير سخن خد بروض سبيكترام انتيبيوتك لمدة أسبوع بعد الأسبوع يجي له ساكند الانفكشن بالكنديد أي واحد سخن لفترة طويلة واخد مضبط حيو بروض سبيكترام دور في بقه هتلاقي في تانية جد خاصة لو منعته ضعيفة الستات تجي لها التانية في الفاجينة تنزل افرازات بيضة من الفاجينة امتى تيجي التانية في الستات بالشكل ده نفس الفكرة واحدة ست اتخذت مضادة حيوية بروض سبيكترام من مدة أسبوع بعدها لازم الطبيب يدور على تانية في الفاجينة من غير ما يسألها ثالث حاجة زي ما شايفيك كده في الويتسكين بينز تحت الباط ايه الفرق ما بين شكل التانية وشكل المونيليا ما الاتنين بيجوا في الويتسكين بينز ادي تحت البريست ما بين الفاخدين ما يتشبه التانية هي بين الفاخدين قال لك المونيليا او الكانديدة بيبقى حواليها ساتيلايت ليجن تبص تلاقي نقط نقط حمرة تانية طلع بعيدة تجمع وضوم ليها ويطلع مكانها نقط تانية ابعد الساتيلايت ليجن دي تقول ان دي تانية قال ان دي كانديدة مش تانية الكانديدة التانية بتبقى حتة واحدة لكن الكانديدة بتبقى ليجن رئيسي وحواليه ساتيلايتس ساعات اللي يجيله تانية بقوا ويبلعها تنزل على الاسوفيجس وهنا تبتدي تدخل في مرحلة الخطر وبرضو يمكن تكونوا قريطوا عن فيه ناس جالهم الفطر الابيض في الهند الفطر الابيض اللي هو الاسف الكنديدة الكنديدة هي الفطر الابيض عشان كده سمت البكنز البكن يعني ابيض بعد ما جالهم الكوفيد وخادوا عليك بالكورتيزون جالهم الفطر الابيض ولما بينزل على الاسوفيجس يخلع يما يعرفش يبلع ولا يعرف يأكل ينزل على الانتستين يجيب له اسهال ودي نقطة لازم ناخد بالنا منها اي واحد عنده فطر بقه لازم اعمل حسابي يكون في فطر دخل جوه وجايب له اسهال كده خلصنا انواع الامراض طبعا انت مش هتسائل في لكن من غير ما اقولها يبقى العلاج اللي انا بقوله مالوش لازمة عايزين نعرف نعالج السوبرفيشال فانجل انفكشن ازاي العلاج الرئيسي توبيكل توبيكل يعني ايه يعني حط الدواء فوق مكان الليجن احيانا بطر جالجة للسيستيميك هتقول طبعا الجاء ليه مالوش توبيكل موجود فيه ساعات ما تبداش تدي التوبيكل ما تبداش ازاي اقولك ازاي بنت صغيرة ما تجوزتش وسخنت وخدت بروض سبكترام انتي بقيتك لمدة اسبوع جالها فيه فيه الكنديدل انفكشن ازاي هتحط توبيكل وهي عندها الهايمن اكل السكة يبقى هنا لازم اديها حاجة السيستيميك يبقى انا مبلجأش للسيستيميك عادة في علاج السوبرفيشال فانجل انفكشن الا في حالات معينة طيب التوبيكل ميزة التوبيكل انه افكتف لانه بحط تركيز عالي فوق المكان اللي فيه الفضل ولكن احيانا يحصل وترجع تاني وخاصة في حالات التانية خلصت العلاج وقفت ترجع تاني يبقى دي دي مشكلة لازم احلها السيستيميك زي ما قلت rarely needed ندخل بقى في التوبيكل عندك ايه افضل المجموعات اللي عندي هي الازولز عندي الكروتريمازول الشهير باسم الكنستين المايكونازول الشهير باسم الدكتارين الكيتوكونازول الشهير باسم النيزورال دول لحصن الحظ بينفعه في التانية والكنديدة المجموعة دي تنفع في التانية والكنديدة وان كان الكتري مازول ما بينفعش الا في الكنديدة لكن المايكونازول ينفع في التانية والكنديدة الدكتارين ينفع في التانية والكنديدة الكنستين بينفع في الكنديدة بس ما بينفعش في التانية كمان عندنا نفس هذه الادوية في الازول مع اختلاف الاسماء الادوية اللي فوق الكولوتريمازول والمايكونازول والكيتوكونازول كانت التوكسيستي بتاعيتهم عالية فخلناهم طبكالو خلاص بينما الفلوكونازول والاتراكونازول والفوريكونازول دول التوكسيستي بتاعيتهم محتملة وبالتالي هم دول اللي بستخدمهم سيستيميك في منهم حاجات تنفع للتانية وفي منهم حاجات تنفع الكنديدة بينفعه للاتنين لو جدت هديهم في التانية بيتاخدوا جرعة كل اسبوع التانية بيحصل فيها لو جدت هديهم في الكنديدة بيتاخدوا جرعة واحدة يبقى الفلوكونازول والاتراكونازول والغوريكونازول دول مجموعة ازولز الازولز فيهم تنصب جروب مش مهمة لكن المهمة تعرف ان الازولز سيف للسيستيميك لو عايز تديهم الواحد عنده كانديدة جرعة واحدة وخلاص واحدة عنده تانية هتكررها كل اسبوع لحد ما تخف طيب نجي بقى ادوية اخرى غير الازول اللي انا هكتبه بالاخضر ده يعالج التينية بس التينية انا كتب اقول الاخضر التيربنافين والطول نفتيت وفي مرهم تركيب اسمه الويتفيلد المرهم ده بيحطه في اسبرين او ساليسيليك اسد لان الساليسيليك اسد بياكل الجلد اللي تحط عليه فهذا مرهم معمول من الساليسيليت وعشان ما يبقعش الملابس الساعات بيتعمل حاجة اسمها الكوهوليك ويتفيلد يعني لما تكتب للصيدالي حضر لي ويتفيلد اوينتمنت ممكن تقول له حضر لي الكوهوليك ويتفيلد ليه لان انا نوي ادهن فيه لو هو هدهنه في حتة زي بين الفاخدين هيبقع فيه الاندروير فقول له الكوهوليك ويتفيلد عيب الكوهوليك ويتفيلد لان فيه الكل انه بيحرق الجلد المهري بيحس بحرقان اول ما يحطه لكن بيضيع بعد شوية دول افكتف للتينية فقط فيه عندي النستاتين وفيه حاجة بتتعمل تحضير اللي هي الجنشان فيولوت او الصبغة البنفسجي النستاتين ده بيبقى الجاهز وفيه منه بسري عشان الفميل اللي يجيلها في الفجعينة احنا قلنا الكنديدة من قتيجة في الفجعينة ادينستاتين ازاي في الفجعينة فيه بيسالس بتتباع اوفيول وفيه منه كريمات تدهن الجنشان فيولوت ده بتاع الغلابة ساعات كده اللي منكو شاف الناس اللي خرجه من مستشفى الحضو المرسود دي مستشفى امراض جلدية تلاقي الاطفال اللي خرجين دهنين لهم الجنشان فيولوت حوالين بققهم وتلاقي الطفل مبقع بنفسجي وطبعا بيبقع في الهدوم ويعني علاج افكتف جدا لكن العيام ما بيحبوش دول افكتف للكنديدة فقط يبقى كده خلصنا السوبرفيشيا الانفكشن في التينية والكنديدة اللي مكتوب بالاحمر بينفع في الاتنين باستثناء صغير ان الكثري ما زول ده بتبقى في الكنديدة بس التربنافين والطولنافتات والويتفلد اوينفنت اللي هي التينية بس النستاتين والجينشان فيولوت للكنديدة بس ننزل تحت بقى التربنافين اللي موجود فوق نازل منه سيستيميك ايضا للتينية بس استخدمه عشان اموت فترة تينية الجريزيوفولفين ده نازل سيستيميك بس مفيش منه توبيكل ويستخدم للتينية بس انا قلت التينية بيحصلها ريكارنس بيحصلها ريكارنس ليه؟ الفطر فاضل لسه في الجلد ما ماتش تماماً فبدي دول جريزيوفولفين ثلاثة تشهر بعد معالك التينية بعلاج السوبرفيشي عالكتها وخفت ايه دي جريزيوفولفين ثلاثة تشهر؟ ليه؟ لان الجريزيوفولفين بيتركز فيه جدر الشعر بيتركز في الجلد في الدرمس فيقيها من ان يجيلها انفيكشن مرة تانية لمدة تلاثة تشهر لحد الفطر اللي فيها ما يموت يبقى الجريزيوفولفين انا مبستخدموهش عشان موت الفطر انا بستخدمه عشان امنع الريكارنس في التينية فقط يبقى معنى كده ان علاج التينية بعد ما بعالكها بصوبرفيشي العين بياخد تلاثة تشهر جريزيوفولفين ايوه يبقى التيربنافين والجريزيوفولفين دول افكتف للتينية فقط نيجي بقى اشكال الادوية اللي موجودة في السوق اهي الازول عندي الكلوتريمازول اللي هو الكنستين ده بتاع شركة باير بتنتجه دلوقت شركة اسكندرية اللي تنبرافسه شكل العلبة وده قلنا ده للكنديدة بس الدكترين كلنا شفناه وفي منه اشكال كتيرة النيزورال ده نازل شامبول الشعر يمكن كتير بيستخدموه لعلاج قشر الشعر من البنات اول ما نزل نزلوه اورل وتسبب في توكسيستي عالية وتشال الاورل بتاعه التربنافين والويتفيلد اوينتمنت التربنافين اللي هو اللاميزيل بتاع شركة فايزر والويتفيلد اوينتمنت ده عادة بيتحضر ما بنلاقوهوش الجاهز ده مش موجود في السوق النستاتين والجينشان فيولوت النستاتين منزلوه الاطفال في شكل شرب كده تتاخد بالقطارة وتحطه في بقق الطفل الطفل يمسمس ويبلعوه ليه يبلعوه؟ عشان غالبا الكنديدة بتنزل من بققه وتنزل على الانتستين وجيبه اسهال الجينشان فيولوت ده بيتحضر ايضا زي وزي الويتفيلد اوينتمنت يبقى كده خلصنا علاج السوبرفيشة الفانجل انفكشن سواء كنت هتدي العلاج توبيكل او هتديه سيستيميك قولنا السيستيميك احنا بنحتاجه بحاجتين اتنين عادة التينيا انفكشن بعد ما تخف بدي جريزوفول في ثلاث اسابيع عشان ما حصلش ريكارانز والكنديدة انفكشن لو جايه في مكان مش اكسيسبول ليه التوبيكل زي الواجينا فيه تاخد ارص واحد بياخدوه من السيستيميك هنشوف اه شكل الاقراص السيستيميك اهي الديفلوكين معلش الديفلوكين ده اللي هو الفلوكونازون العلبة ما فيهاش الله ارص واحد ليه؟ عشان الكنديدة بتاعلك بقرص طب وزا كان عايزه في الثانية كل اسبوع يشتري علبة وهذه الفوريكين كونازول وهذه الاطرا كونازول الاطرا كونازول الاطرا كونازول كده خلصنا كده خلصنا الفوريكين الخطيرة عندي مجموعة الازول ممكن استخدمها الاميدازول الاميدازول ده بطلط كان التوكسيتالية اللي هي زي اللي قلنا النيزورال ده اللي هو الكيتوكونازول الطريازول افضل اللي هي الجداد وعندي دواء وحيد اسمه الامفوترسين بي وده احسن لديف فانجا الانفكشن بس بيتاخد بالانترا فينس انفيوشن بيتنقب في الوريد واحد اسباب انتشار الفطر الاسود في الهند ان ما عندهمش مغزون من الامفوترسين بي امفوترسين بي ده اخو النستاتين بولين انت فانجا الامفوترسين بي عادة بضيف معه الفلوسيتوزين لو انا خايف ان الفطر يدخل جوه البرين ويعمل لي الفلوسيتوزين بيتاخد أورال ولا يؤخذ الفلوسيتوزين لوحده لان الريزيستنس بيطلع له بسرعة يبقى الامفوترسين بيه ممكن اخده لوحده وساعات اخده مع الفلوسيتوزين الجديد بقى اللي هو الكاسبوفانجين ده بيتاخد انترا فينس فقط وده للكنديدة فقط ما بينفعش في التنين بيجي الادفرسافيكس بعد السيستيميك اذا احنا عيوب السيستيميك انتفانجا الادفرسافيكس كتيرة عايزين الادفرسافيكس الكيتوكونازول اللي اتلغى اتلغى الاورال بتاعه اتلغى ليه بيعمل التوكسيستا عالية حل محله بقى اللي هي الفلوكونازول والاتراكونازول والفوريكونازول الاولان ده كان هايلي هباتو توكسيك او حاجة فيه خلاته يتلغي التوكسيستا العليفر ومشش بس التوكسيستا علي الليفر كان كمان يإنهابت الانزايم بالسيتوكترون بي 450 Hulk expertise الليفر بيعمل بيه بالميتابولسما للدراكز مسامLee مش بيعمل بيميتابولسما للدراكز بس اذا الدواء انا بحتاجه في تصنيع الستيرويدز الستيرويد هرموني اللي في الجسم بتاعي فالانهيبشن تاع السيتوكروم دي ربعة ومية وخمسين اوكسديس كان بيعمل لي درج انتر اكشن. هذا الدواء ضايم انهيبتو يبقى الادوية اللي بتتاخذ معايا مش هتتكسر ادي امثلة الادوية اللي كانت ما تتكسرش وادت الى وفاة المريض العين لو بياخد قراء الاتيكو اجل انتو ما تكسرش زي الورفرن العين يجلو نزيف العين لو بياخد استيمازول او تيرفنادين دول من كانوا بيستخدموا زمان في علاج اي ضربارد تتدي فيه انتيستامينك بعض الانتيستامينك زي الاستيمازول والتيرفنافين كانوا ما بيكسروش ودول بيعملوا في انتريكرا تاككارديا تلاقي الكيو تي انترفل في رسم القلب طولت ويتبعها ان القلب يصرع ويدخل في فيتال في التريكرا تاككارديا يبقى سيريات راجل الاستيرويد وانت عايز الاستيرويد في ايه لا انا عايز الاستيرويد الراجل والست الهرمونات بتاعت السكسو هرمون استيرويد التستوستيرويد الاستروجين والبرجستيرويد يبقى في الميلز لو ملقاش التستستيرون يكبر حجم البرست عنده جينيكو مصر ويجيله انفلاليتي مايخلفش وتقل الرغبة الجنسية عنده ديكريز السيكشول ديزير او ديكريز الليبيدو الفيميل تطلقها تدورة شهرية بتاعي هذه هي اسباب ان الكيتو كونازول او النيزورال الراس مش موجود في السوق كان زمان بيتبع شريط عشرة اراس اتلها النيزورال اللي موجود في السوق هو النيزورال الشامبو اللي بستخدمه في الاصابات الفطرية السوبركفيشيال في شعر الراس طب الترية زول الحمد لله الهيبات فيكسيست باعتهم اقل ولكنهم ارتانت لما بيتاخدوا اورل يجيبوا جوء ايتيق بسيط عين يجيبوا في حسوية نوزية لما احقنهم يعملوا انتهاء في الوريد ترموا في البيتس وبعدين فيه بتختلف من داوة للتاني دراجي سبسيفيك الفلو كونازول بيوقع الشعر مصولهم خطتها بحرف الايه الفلو كونازول يوقع الشعر الوبيشيال الاترا كونازول يعمل لي سولة ووتا ريتنشن زي منرالو كورتيوويد هورمون الفوري كونازول بيعمل الابنورمل الفيشين بيأثر على النصر وكده يبقى خلصنا مجموعة الايه سواء كان اسمها هريا سيار او اميدازول نجي بقا الانفوتركي في دايه دول ويتحفز دول لان الأزمي ما تیادرش تخمنها لانه بيتاخد بالانفيوجن يبقى هنشوف لو ما ندي بالانفيوجن ايه اللي ممكن يجرى تاني حاجة لانه بينزل في الكيلة فيعمل لي ادفرس افكس بخص الكيلة الانفيوجن لو عملت له انفيوجن سريع شوية العيان يحصل استيميوليشن لفومتينج سنتر ويجيله نوزيا وفومتينج وبعدين في احد انواع الحساسية اللي بتحصل معاه يسخن العيان ويجيله رعشة ولهذا السبب ادي علاج الحساسية قبل ما اديه من الاول ادي انت يستمنك عشان الحساسية ودي اسيتامينوفين عشان العيان هيسخن مني يبقى كده اول اعطاء الانفيوجن بيه ان انا بديه بريد من السريع انفيوجن مفيش حاجة اسمها انجيكشن مرة واحدة وتاني حاجة ادي بريميديكيشن بانتيستامينك مع اسيتامينوفين لما يدخل في الوريد ساعات يهر الوريد ويجيب لي فليبيتس يبقى لما يجي اعمله انفيوجن اخطار وريد كبير ليه وريد كبير لان فيه دم كتير لما يدخل ويتخفف بالدم الكتير اللي في الوريد يقوم يقل الاريتاد انفيكت بتاعه هاي بوتينشن يوطي ضغط العيان وعشان كده لازم ادي اسلو انفيوجن على مدى خمستاشر دقيقة لحد ثلاث ساعات يبقى ادي مشاكل انفيوجن وحلها ازاي الريناتوكسيستي لما ديناه لقينا وظائف الكلاه بتقل اللي بيقل في وظائف الكلاه الفلتريشن بينزل يسد خروم المصفى ولكن لما بوقف بيرجع تاني ريفيرسابول ديكريس في الجلوميرا الفلتريشن ريت طب الحل قالك عشان ما يسدش الخروم ادي العيام مية كتير قبل ما تدي الانفيوجن هيدريت البيشن لما املى جسم العيام مية يقوم خروم المصفى ما تتسدش بس كده لا فيه فورم جديدة طلعت اسمها الليبوسومة الفورم بتاع الانفوتريسين بيه بياخدوا الدواء ويعبوه في بارتكل اسمها ليبوسومز ده اقل في الرينا الادفرسافيكس بتاعته الحاجة التانية بيعمل هايبوكاليميا واسيدوزس يوطي البوتاسيوم ودايما لما البوتاسيوم يوطى الجسم عشان يصلح المشكلة يعمل ايه؟ الجسم عشان يصلح المشكلة البوتاسيوم ده دايما يبدل بهايدروجين يقوم الهايدروجين في الدم يزيد بتحصل اسيدوزس واخيرا بتحصل مشكلة في البومارو ما يصنعش قرات الدم الحمرة نوروموسيتك أنيميا نوروموسيتك أنيميا يعني تعمل تحليل ده بتلاقي قرات الدم من شكلها طبيعي بس عادتها قليل عيف التصنيع هدا يبقى خلصنا الانفوتريسين بيه الفلوسايتوزين الفلوسايتوزين ده اللي بيشتعل على الدي ايه؟ بدلا بيشتعل على الدي ايه؟ يبقى بيبنع تكاثر خلايا الادوية اللي بيبنع تكاثر خلايا كلها اللي بيستخدمها في علاج السرطان اللي يجيها حاجة اسمها سيطوكسك افكت بتموت الخلين السيطوكسك افكت ده يبان لي كل لما تكون الأورجن خلايا بتنقاسم بسرعة يباني التأثير عليه الاول أسرع خلايا بتنقاسم هي خلايا بطانة الجهاز الهضمي البطانة الجهاز الهضمي بتتجدد كل ثلاثة ايام فالعيان يجيلوا انتيرو كولايتس ديارية زي اللي كان بيحصل مع كلشيسين بالزبط يليها خلايا البوم مارو كرات الدم البيضة بتتجدد كل خمس ايام الهالف لايف بتاعتها خمس ايام خلايا الريد بلوت سيلز الهالف لايف بتاعتها مية وعشرين يوم فتاني حاجة تتأثر هي خلايا كرات الدم البيضة تالت حاجة تتأثر جدر الشعرة جدر الشعرة بيبقى حوالي سبعين يوم انت بتحلق كل شهر شهر ونص ف جدر الشعرة يتأثر واذا مات جدر الشعرة الشعر يقع تاني حاجة العيب اللي فيه بقى اللي خلايا لازم لما يتخذ يتخذ معاه انفوترسين بي بحصله رزيستان بسرعة فلا يؤخذ الا مع الانفوترسين بي اخر حاجة بقى يطرى هو هباتو توكسك زيه زي المجموعة اللي قبلي اللي اللي تلغت ولا هو سيف زي مجموعة الطريازول في الحقيقة هو هباتو توكسك بس بدرجة اقل من الكيتوكونازول وبالتالي ما تلغاش كده خلصنا الانتي فانجل دراجز نوقق في التسجيل واللي عنده حاجة او اللي يحب بيسأل حاجة فيها تفضل يسأل تضاف للتسجيل برده اه دكر ما عليش عندي سؤالين تفضل اه حضراك قلت في علاج السيبرفيشيال فانجل انفكشن في التوبكال اللي هو الاوزول اه ده يعني بس حضراك كاتب الكانديدة بس طب حضراك كاتب بص كانديدة هي لانه هم المجموعة كلها تفعل الاثنين لكن ده شز منهم يعني ماينفعش مع التيني اصلا هو كانديدة برس طب ماشية عندي سؤال ثانيає بتاع الف الأنفتيرسين b حضراك قلت بيعمل انيمي حضراك يك Проكلمة بقى شكلها طبعي gap لا لا عدد كرات الدم الحمرة لكن شكل الخلية تحت الميكروسكوب طبيعي اه احنا خدنا كده في الهيستولوجي بس خدناها بس في حالة البليدنج طب هو كده بيعمل بليدنج مثلا لا 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 سانية معلش راجع بقى نفسك انت كده فاهم غلط في الهيستولوجي في حالة البليدنج تبقى مايكروسيتيك أنيميا البومبرو ما بيلحقش يصنع خلايا فيصنع الخلايا طلع الخلايا وهي لسه صغيرة فتبقى اسمها مايكروسيتيك مش نورموسيتيك البومبرو ديبريشن يعني انا عندي الف مكنة في البومبرو بيصنعوا اللي بيصنع منهم خمسمية بس فكل الخمسمية دول بيطلعوا خلايا طبيعية ولكن عدد الخلايا هو اللي بيسمها نورموسيتيك أنيميا نورموسيتيك أنيميا تساوي بومبرو ديبريشن طيب شكرا دكتور لا يفهمتك كده شكرا حد يحب يسأل على حاجة تانية انا يا دكتور فضل هو التيربنف التيربنفين اه بالظبط وهو مش ده من العلاجة التانية ده العلاجة التانية ايوة تمام هو ايه المور ايه يعني مور افكتف في التوبيكال ولا السيستاميك؟ اه والله الشركة اللي بتعمله دعاية بتدعو ان هو سيستاميك بيجيب فايدة لو العام مش عايز يوسخ جلده بدهانات ولكن عادة التيربنفين ما بنلجألوش قوي لارتفاع سعره يعني لما كان سعر الدكتورين ستة جنيه كان سعر اللاميزيل سبعتاشر جنيه مبنلجألوش كتير ويمكن يكون عدم اللجوء لو كتير يخليه كان توبيكال افكتف اكتر لان الحاجات اللي مستقضمش كتيرة ما بيطلع لهاش ريزيستانس بسرعة لكن لو عايز على توبيكال ادي توبيكال ادي توبيكال احسن اه طب تمام يا دكتورة انا قلت مثلا لو هي كسيستاميك افضل فابتك لا لا هي 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 في ناس مابترضاش تاخد الديهانات تمام يا دكتور شكرا الدكتور الجريزيوفولفن بنديف بعد علاجة تينية والكنديدة الاتنين لمدة 3 أشهر لا لا بعد علاجة تينية بس ما بينفعش في الكنديدة الكنديدة ما فيهش ريكارنس عشان تدي جريزيوفولفن ريكارنس بيقى في التينية وبتتاخد كل جوم وبتاخد قرص بعد كل أكلة لمدة 3 أشهر عشان كده العلبة كان شكلها مليانة راس العلبة يجي مئة قرص نوقف التسجيل بقى ونروح نجيب دلوقتي أنا عايز أعرف حاجة أنتو خدتو المالاريا في البارة ولا لسه أيها دكتور أيها غدنان يبقى نقدر ندي الانتي مالاريال نقفل هكده ونروح ندور على الانتي مالاريال أه وهي بالمرة مراجعة للبارة أدوية علاج المالاريا أدوية علاج المالاريا الريكورد يا دكتور آآ آآ ما عليش خويت إنك قلتلي أنا دايماً بنسى الريكورد استار ريكورد ابتدأ دولة علاج المالاريا عديمت الأهمية تقريباً في مصر لأن مصر مش من البلاد اللي فيها مالاريا البلاد اللي فيها مالاريا أنت تقدر تطخل على خارطة العالم وتبص عليها المالاريا مرض خطير جداً وعملين خرايط بتتغير آآ باستمرار لتوزيع المالاريا ونوع المالاريا في كل منطقة لأن فيها نوع المالاريا اسمها مالاريا سرطانية فمصر مش من البلاد اللي بتشوف فيها المالاريا وبالتالي الدكاثرة بتهمل أدوية علاج المالاريا ده شكل اللايف سايكل بتاعة المالاريا اللايف سايكل بتاعة المالاريا بتلف ما بين قراط الدم الحمراء والليفر النموسة لما تقرسك تديك الطور المعدي الطور المعدي اللي هو اسمه لسفروزويت يدخل جوا الليفر ويتحول جوا خليط الليفر لطور تاني الميروسويت والميروسويت يلفلي دايرة جوا الليفر ويديه يبقى تكشيزوطة في الآخر يطلع من الليفر يهاجم قراط الدم الحمراء لما يهاجم قراط الدم الحمراء بيعمل دورة جواها برضو وعند دخول قراط الدم الحمراء تظهر الاعراض على المريض يعني الاعراض ما بيجيش وهو في الليفر لكن تيجي وهو في قراط الدم الحمراء اللي يطلع من قراط الدم الحمراء لو فينا موسى تاني قراصيته تاخده وتعمل سيكشوال سايكل وتعدي بيه واحد تاني ادي فكرة سريع عن الملاريا اذا وجد الطفيل في الليفر وما كانش لسه موجود في قراط الدم الحمراء يعني لسه فضت النقاحة أvat أحيانا لما يخرج من الليفر ويدخل قراط الدم الحمراء بيفضل شوية في الليفر الشوية اللي في الليفر دولا بيجبوا موجودين والعيان عنده الأعراض لأنه دخل قراط دم الحمراء فبسامي شوية اللي موجودين في الليفر هنا إجزو إرسلوسيتك ستيش اللي موجودين بره الدم يبقى عندي بريء إرسلوسيتك تيجي قبل الهجوم على الدم إرسلوسيتك تيجي لما يدخل على الدم والعيني بقى عنده أعراض وتيجي في الليفر وهو لسه موجود في الدم برضه يبقى اسمها إجزو إرسلوسيتك ستيش المسميات دي مهمة علشان لما نيجي ناخد إحنا هنعمل إيه في المال أغير الفيديو ده بيبين لي أنا لقيته في منتهى الجمال فأنا جبته وأتمنى أما شغله أول ما شغله قولي بس اشتغلوا شايفينه ولا مفيش فايدة من أن أنا شغله مش شغال مش شغال ثانية واحدة بقى يعني مش شايف ولا سمع لا هو لونه إسوي بس طب ثانية واحدة ما يدخل في صورة هو لسه لونه إسوي طيب كده بان عندك حاجة بان طيب خلال بص بقى لا الله هادي صوت النموسى هي جاية تقرس هادي نموسى هي هتقرس الشخصة هي نموسى عندها البلاجة أوقف هنا هو أنا مش عايش أنتو سمعين صوت اللي بيتقال ولا قوله بالعربي نموسى طيب هو بيقول لك اللي بتقرسك هي نموسى الفيميل الحامل ليه لأنها عايزة تاخد حاجة من الدم بتاعك عايزة تاخد الكلسيب من الدم بتاعك فبتقرسك عشان تاخد الدم والنموسى الحامل بتعرفها ما عافش بالبارة قالوك ولا لا وهي واقفة على الحيطة لو بصرت عليها تلاقي جسمها ميل بزاوية حد على الحيطة لأن بطنها تقيل عليها لأنها حامل فإنموسى هتقرسك نشغل بقى هذه هي بتبص الدم بتاعك هي وبتديك الصلايفة بتاعتها عشان دمك ما يتقلطش توقف كده هو بيقول لك لما بتحقلك الصلايفة عشان توقف تقلط الدم عشان تعرف تشربه هي الصلايفة بتاعتها فيها البرازايت اهي شايف البرازايت ده ده هو الاسبروزويتة هوا بس بس وقف هنا اول مكان بيروح له البرازايت ده هو الليفر عشان يعمل لي البريئر سروستيك ستيج اهي دي داخل خلايا الليفر اهو شوف فيها يحصل ايه دخل عاد ان فاش فادق عاد ان ما دي اللي انخذت عنه بوقت ترجمة نانسي قنقر كل خلية تطلع ألاف من البرازايت بعد ما تكسر جوه على حتة الخضرة دي اللي هي اللي هتطلع برة عمل هباتيكشيزون وهيطلع برة أهي البرزويت طلعت للدم أهي راحت على كرة الدم الحمرة هتدخل جوه كرة الدم أهي وجوه كرة الدم الحمرة الجسم ما يطولهاش بقى المناعة مش طيلها هتعمل برازايت جديدة هيا دورة جوه كرة الدم الحمرة اسمها اليريسوسيتيكستاني الانفكت السيل بقى هتموت والتفرقع تطلع على البرازايت للدم تاني عشان يهاجم كرة الدم تانية البرازايت اللي طالعهم كل مرة تفرقع كرة الدم الحمرة العيان تجي له نوبة من السخونية وأحياناً اللي طالع من كرة الدم الحمرة ينفع يرجع للليفر تاني وأحياناً لا لو رجع للليفر تاني بيعمل إجزو إيريسوسيتيكستيج لو ما رجعش تاني خلاص بيفضل في الدم بس هو بيقول لك المالاريا في الأخير بتؤدي إلى الوفاة وأغرب اللي بيموتوا منها هم الأطفال أو الستات الحوامل كده خلصنا ناخد بقى الكلام اللي احنا شفناه ونكبره ونشوف إلا حصل هنشرح بارة تانية ها ها دي الموسكيتو الموسكيتو تحقل لك الاسبروزويد الاسبروزويد يدخل خلية الليفر يتكاثر يعمل لي مايتوتك ديفيجن والمايتوتك ديفيجن دي تنتهي إن خلية الليفر تموت وتطلع لك طور جديد اسمه الميروزويد يهاجم كرات الدم معلش يهاجم كرات الدم الحمرة ويتكاثر جواها ويطلع الميروزويد مرة تانية كل مرة تتفرق على كرات الدم الحمرة جيلك نوبة من نوبات المالاريا ويفضل يلف كده إلى مالة نهاية داخل كرات الدم الحمرة العيان اللي عنده العدوى في الدم ممكن تقرسه نموسة تانية لما تقرسه نموسة تانية بتاخد منه أو هتعمل طور تاني الطور التكاثر اللي فات ده كان اسكشوال بتاخد منه حاجات اسمها الجاميتوسايتس بعد الميروزويد تتحول الجاميتوسايتس ميل وفي ميل والميل وفي ميل يتقابله جوا الموسكيتو ويعمله سكشوال سايكل والسكشوال سايكل دي تخلفلي الاسفوروزويد والاسفوروزويد تعدي واحد تاني لما يتقرس بالنموسة واضح الكلام ده قبل ما ادخل على الادوية لان لو ما فهمتوش مش هتفهم الميلاريا العلاج علاج الميلاريا مش ستريت فوروورد نيجي بقى الانوكيبيشن بيريوت بتاعة الميلاريا اصنق العيان لسه ما ظهرتش عليه اعراض الطفل يبقى موجود فين هتبدأ العدوى بارثة النموسة ارثة الراجل اهو اداته الاسفوروزويد عادي الاسفوروزويد اهو راحت على الليفر راحت على الليفر الاسفوروزويد اهو دخل الليفر هيفضل الاسفوروزويد لا هيتحول لشيزونت والشيزونت هيفكلي منه حتة اسمها ميروزويد والميروزويد تطلع بره خلية الليفر اهي طلع بره هتطلع بره هتسيب الخلية وتطلع بره هيت ولوما تطلع بره هتروح تهاجب كرات الضم الحمرة لحد ما قبل مهاجمت كرات الضم الحمرة العيان في انك بيش ابيد وبالتالي بقول الفترة دي بري ارثروسيتك بداية الاعراض مع الارثروسيتك هل عندي ادوية تموت الطفيل في البري ارثروسيتك ستيتش او عندي الدواء الوحيد تقريبا اللي بينفع في البري ارثروسيتك ستيتش هو البري ماكين 14 يوم بري ماكين تقضي على المالاريا قبل ظهور الاعراض وبالتالي لو استخدمت البري ماكين في الشخص في هذه الفترة بسمي الحكاية دي كوزا المروفيلاكسي وقاية جذرية وقاية جذرية طيب ومين اللي هتدي له الوقاية الجذرية دي قال لك اللي مسافرين في منطقة كان فيها مالاريا ورجعين لي بلدي بعد ما خلصت فترة الاعراض بتاعتهم راجع لي خلص خلص سافر لفترة وخلص هو راجع طب يطرى وهو راجع في طفل مالاريا موجودة عنده ده ما علوهش اعراض اه ما علوهش اعراض ممكن تكون عنده في الليفر ولو دخل بلدي هيتسبب مش بس ان هو هتجيله مالاريا هيعدي غيره بالبالاريا اعمل ايه قال لك العيان ده بياخد ديلي دوز يبتدي قبل ما يدخل الانديميك اريا قبل ما استارت بفور انترج الانديميك اريا يعني هو كان مسافر لبلد فيها انديميك مالاريا هيبتدي قبل ما يدخل ويفضل مكمل عليها طول ما هو هناك ديلي دوز ويوقف اول ما يسهبها ويرجع بلده يعني كان طالع مسافر اسبوع لنيجيريا وهيرجع يعمل ايه النصيحة اللي تديها واحد قال لك انا مسافر نيجيريا دخلت على الخريطة لقيت نيجيريا فيها مالاريا النصيحة اللي تديها له هتدي له قرص بريماكين ياخده كل يوم يبتديه قبل ما يسافر ويستمر عليه طول ما هو هناك ويوقفه اول ما يرجع مصر اذا كانت فترة الصفر طويلة ما بتنفعش الحكاية دي لها بريماكين كونسيستي عالية يعني راح اعارة هيعود سانها مش هقدر اعمله الكوزة البروفيلاكسي ده لكن زي ما حصل مع الفريق المصري جمشاك في الدورة الافريقية كانت فضيحة ما حصلتش في الدنيا كلها الفريق المصري الفرق الرياضية كلها بما فيها الفريق الراح يلعب شطرنج كمان فالدورة الافريقية اللي اتعملت في نيجيريا محدش قال لهم النصيحة دي 24 واحد من البعثة المصرية ماتوا من الملاريا من الفرق المصري يبقى عشان كده احنا كنا بنفنش تدريس الملاريا لو ما فيش ملاريا في مصر ما ندرس نطها بقى ما توجعش دماغك لا ليها اهمية هو جاء لك واحد مسافر لبلد افريقية افتح الخريطة وشوف فيها ملاريا ولا ما فيهاش هتدينه نصيحة قبل ما يسافر هي دي نصيحة اذا كانت فاطت الصفر وصيّرة هتدينه كوزها البروفيلاكسس بالبريماكين اذا كانت طويلة هنشوف له حل تاني دلوقتي طيب دخل الطفيل فيه كرات الدم جاب له الاتاك ايه اللي هيحصل له بقى ديوريج الاتاك اه دي الميروزويت دخل كرة الدم الحمر بيتحول لحاجة اسمها خدتها في البارا اكيد وبعدين يتحول لحاجة اسمها النشيط اللي بيتغزة على وبعدين يتكاثر ويعمل لي الشيزونت وبعدين الشيزونت يديني الميروزويت والميروزويت يطلع مرة تانية عشان يهاجب كرة دم تانية او يرجع للليفر اجيب كرة دم حمره تانية اللفة دي بتحصل على حسب نوع المالاريا فيه ناس بتجيلهم كل يومين فيه ناس بتجيلهم كل تلات ايام ساعات تسموها ترشب مالاريا يعني النبات سخونية وعرق بتجيله كل تلات ايام ترشب يبقى اثناء الاتاك في ايريسروستيك ستيج ايه الحل انا هنا بقى عايز العيان اضيع الاعراض انا ما بفكرش في الوقاية دلوقتي هياخد كينولين دراجز البريماكين واحد من الكينولين لا البريماكين ما بينفعش في الاريسروستيك البريماكين بتركز في الليفر وبالتالي ما بينفعش الا في الهباتو ستيك ستيج فهديره اي واحد من الكينولين دراجز ده هيموت له الطفيل اللي جوه قراط الدم يبقى ده اسمه clinical cure طلع عندنا اربع انواع من الطفيل بتاع المالاريا الطفيل المالاريا اسمه بلاسموديم واحد اسمه بلاسموديم لو انا موضت الطفيل في البلاسموديم في باكس والبلسموديم اوفال والبلسموديم مالاري العيان هتضيع من عنده الاعراض العيان بياخد كورس على مدى ثلاثة ايام عشر مليجرام عشرة مليجرام بكيلو جرام في اليوم الاولاني واليوم التاني وبعدين خمسة مليجرام في اليوم التالت تضيع عنه الاعراض السؤال يطارة خف ومش هترجع له المالاريا تاني قالت هذا يتوقف على الطفيل كان موجود في الليفر ساعتها ولا مش موجود لو الطفيل موجود في الليفر يبقى هترجع له المالاريا مرة تانية بعد شوية والكيور اللي انت عملته ده اسمه كليني كالكيور خففت الاعراض بس العيان ما خفش تماما ويستدعي انك بعد ما تعمل كلينيكا الكيور تدي له حاجة تموت الطفيل اللي في الليفر بريماكين كورس 14 يوم يبقى الكليينيكا الكيور يتبعه كورس بريماكين امتى لو كان فيه طفيل في الليفر لو ما فيش طفيل في الليفر يبقى ده راديكا الكيور هذا استدعي انك تعرف مين اللي بيعنده طفيل في الليفر ومين اللي مش عنده من انواع المالاريا بنقولها طيب افرض العيان اللي انا قلتلك عليه في المرة اللي فات كان مسافر لبلد افريقية وهيقعد بعثة طويلة ومش هقدر تديله البريماكين للوقاية اعمل ايه قال لك هتديله سابريسف بروفيلاكسس هتديله دواء يموت الطفيل وهو جاي داخل كرات الدم الحمرة بحيث ما تظهر عليه الاعراض خالص يبقى ده بروفيلاكسس ولكن الطفيل قاعد شغال في الليفر قاعد يطلع له كل شوية يبقى البروفيلاكسس هنا مزي البروفيلاكس بتاع المريماكين المريماكين هنقضلك على الطفيل هنا مش هيضي على الطفيل هنا هسيب الليفر شغال وهه سابريس ظهور الاعراض يبقى ده اسمه سابريسف بروفيلاكس اللي عنده بلازموديان فيفاكس او أوفال او مالاريت بياخد قرص واحد من الادوية الكينولين ريتل دراجز يبتدي قبل ما يسافر الانديميك اريا ويفضل طول ما هو هناك ياخده ويستمر لحد ما يرجع بلده اربع اسابيع والله قرص واحد في الاسبوع مش مشكلة هياخد قرص كلوروكين مرة في الاسبوع ابتداء قبل ما يسافر وطول ما هو قاعد فترة الاعارة لمدة سنة بياخده رجع بلده هيفضل ياخده برضه لمدة اربع اسابيع لحد ما يكون الطفيل اتقضى عليه وهذا النوع من البروفيلاكسي الاسمه سابريسيف بروفيلاكسي ويستحسن انه بعد ما يرجع بلده يروح واحد الكورس البريماكين بقى الاربعتاشر يوم عشان اقضي على الموجود في الليف مش يفضل سابريسيف بقى هو في بلده خلاص يبقى كده خلصنا العلاج والوقاية الغير كاملة اللي انا بديها لللمسافرين لفترات طويلة في بلد عنده ملاغين طب ايه هي الادوية اللي هتديها اللي قلنا عليها بقى اللي تقادي الكينولين مروم فيه ممكن احط لها صبستيوشن عند رقم اربعة وعند رقم تمانية دي الكاربون هتدي عد من النايتروشن دي دي رقم واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية لما بحط صبستيوشن عند رقم اربعة اول دواء يطلع لعلاج المريا كان الكينين بس التوكسيس بتاعته عالية قوي وبالتالي بنشير للحاجات اللي فيها رزيستانس جوة رابعة مجموعة الفور امينو كينولين الجداد كولوروكين ده اشهر واحد بس للأسف المالاريا طلع فيها بدعة ان فيه بعض البلاد فيها رزيستانس الكولوروكين يبقى لما ببص على قناة المالاريا بشوف الحتة دي كلوروكين رزيستانس ولا مش كلوروكين رزيستانس كلوروكين رزيستانس يبقى كلوروكين مش هينفع كلوروكين استسر طبعا يبقى كلوروكين هينفع أخوه الأمودياكين والبيبراكين كل دور فور أمينو كينولينز الأيت أمينو كينولينز هحط الصبستيوشن عند رقم 8 البريماكين ده أيت أمينو كينولين ده مش بتاع الإلسوزيك السينجي خالص في بقى حاجات طلعة جديدة الصبستيوشن عند الاتنين زي المفلوكين واخيرا في دوى طالع يتيم اسمه لومفانترين قادي الأدوية اللي هستخدمها في العلاج بقى لما هستخدم في العلاج هسيب الإيط أمينو كينولينز دي عجبني مش هتنفع وما اللي ينفعني إيه ينفعني الباقيين هتختار مين؟ هتختاره الكولولوكين أو الأمودياكين أو البيبراكين إلا لو كانت الحتة دي فيها الريزيستنس وفي الحالة دي هتطر إن أنا أدي الكنين المفلوكين نازل بس له عيب إن الإفكت بتاعه سلو تديفيلوب يعني العيين اللي عنده ملاريا بيبقى حرارة فوق الأربعين ومتبهدل ويترعش وجسمه مكسر وعايز ده ويشتغل بسرعة فالمفلوكين سلو تواكت نيجي بقى البرزيستانت هيباتيج ستيج دكتور بعد إذنك فضل طب بالنسبة للوميفان ترين أه حضرك ما ذكرتش على حاجة ما أنا ما شفتش يعني مش مشهور قوي في الاستخدام يعني مش عارفين عنه حاجة يعني بس كدير يعني احنا مكملينه بس عشان نكمل صورة الأدوية اللي مكتوبة طيب تمام نيجي بقى احنا قلنا لما تدي المجموعة اللي فاتة انت ما قلت الاريستانت هي ستيج طب عندك ستيج في الليفر ولا ما عندكش على حسب نوع الملاريا فيه أنواع ملاريا لما تسيب الليفر وتضخوا قراط الدم ما ترجعش تاني للليفر يعني ما عندهاش هلا ايريستروسيتيك استفيجي مفيش اجزو ايريستروسيتيك عندها كانبري ايريستروسيتيك ثابت الليفر ولاخل قراط الدم ما يبقاش فيه خالص في الليفر النوعين دول اللي هما البلازموديام ملاري والبلازموديام الفلسيبارم طيب بدم ما فيش في الليفر يبقى معنى كده ان نوعين الملاريا دول لما اعالجهم بالكلوروكين هيخفوا الى الابد وما يجعلهمش الريلابس تاني فكان المفروض يتسموا نون ريلابسنج ملاريا طالع للأسف البلازموديام فلسيبارم هي اللي نون ريلابسنج بس بينما البلازموديام ملاري بيحصل لها ريلابس ويقال ان الطفيل بيفضل في كرات الدم ويعيد الانفكشن مرة تانية حتى بعد ما اتموته فالبلازموديام ملاري ما فيهاش في الليفر بعد ما ادخل كرات الدم بس يحصل لها ريلابس ساعات البلازموديام فلسيبارم اللي هي الملاريا السرطانية نون ريلابسنج ساب الليفر مايرجع لهاش تاني النون ريلابسنج ملاريا اللي ما فيهاش انفكشن في الليفر مش محتاج اعمل لها حاجة تانية خلاص لكن لو كان الميروزوت اللي طلع رجع بعد ما هاجم كرات الدم الحمر هاجم الليفر وفضل في الليفر وبيعمل لي دورة شغلة في الليفر بينما هو موجود في كرات الدم الحمر يبقى موجود في مكانين موجود إيريسروساتيك وموجود إجزو إيريسروساتيك الإيريسروساتيك أنا بموتها بالعلاج اللي خدنا في الصيد اللي قبلها العين خفت الأعراض طب والإجزو إيريسروساتيك الإجزو إيريسروساتيك تاخد بريماكين يبقى بعد ما بعالج الريلابسنج ملاريا كل الريلابسنج ملاريا اللي سبب الريلابس بتاعها الليفر اللي هم البلازموديم أوفال والبلازموديم فيفاكس سبب الرلابس بتاعها الليفر تاخد كورس بريماكين 14 يوم بعد ما اخدت كورس الكولوروكي طب الرلابس مالاريا السبب الرلابس بتاعها مش الليفر اللي هو البلازموديم مالاري لا دي ما تاخدش ما تستفدش بالبريماكين يبقى البلازموديم أوفال والبلازموديم فيفاكس ياخدوا كورس بريماكين بعد كورس الكولوروكين قد كورس كولوروكين 3 ايام خفت ياخد كورس بريماكين 14 يوم عشان ما ترجعلوش تاني ودومتو اللي عنده مالاريا سرطانية المالاريا سرطانية هاخد كورس يخففه وبعدها بس مش كوروروكين المالاريا السرطانية عادتا تبقى كوروروكين هنقول هنديها ايه اذا كانت المالاريا السرطانية هدي الدواء يموتها ويخفف الاعراض واللي هيخفف الاعراض ده همش هعمل لي بقى كلينيكال كيور هعمل لي راديكال كيور ومش محتاج بريماكين وراه الراديكال كيور عشان يحصل في البلازموديام فيفاكس والبلازموديام اوفال تدي الكولوروكين تلات ايام وراه بريماكين 14 يوم الكولوروكين تلات ايام يعمل لي كلينيكال كيور بريماكين 14 يوم يقلب لي الكلينيكال كيور يبقى راديكال كيور طيب نيجي بقى ساعت انا احتاج الادوية لغرض ثاني خالص للتخلص من المالاريا في منطقة ما ده الو اتش او اتش او اتش تعمله اسمه اراديكيشن بروجرام عشان اتخلص من المالاريا فكرنا مين اللي بيجيب عدو المالاريا الموسكيتو يا طرى انت قادر تموت الموسكيتو في المكان اللي في المالاريا لا ما انش قادر طب ما تنفعش تدي دوة تموت الطفيل بتاع الموسكيتو الله هو انا هشرب الموسكيتو الدوة لا انا مش هشرب الموسكيتو الدوة انا هدي الدوة للبني ادم والموسكيتو لما تقرسه تاخد الدواء معاها. الموسكيتو رايحة تقرس العيانة عشان تاخد منه. هي الموسكيتو كان بتعمل ايه? بتاخد منه الميروزايت. بتعمل منه جميت. ميل جميت وفي ميل جميت. تجمحهم مع بعض بتعمل السفوروزايت. يا طرى عندك حاجة تموت الطفيل اللي موجود في الموسكيتو اللي هو الجميتس او الاسفوروزايت عندي. عندي ايه بقى? السيكشول سايكل هعمل لها ادوية اسمها جميتو صيدل. جميتو صيدل. جميتو صيدل يعني تقتل الجميتس. طلع البريمكين جميتو صيدل. بيموت كل انواع الملاريقة. الكولوروكين غلبان ما بيموتش الفيفاكس والملاريين. يبقى البريمكين هو الاحسن. اذا كنت عايز تعمل ايراديكيشن برو جرام في منطقة. كل الناس في المنطقة دي هتاخد هذا الدواء مع ان ما فيش عرض عليهم. هنقول هياخدوه ازاي? طب ما عندكش حاجة تموت الاسفوروزايتس. اسفورونتوزايتس. عندي. البريمكين برضو. وفي الكولورو جوانيل. الكولورو جوانيل ده فولك اسد انتاجونس. اخد ترايمي فوبريم اللي بيموت البكتيريا. واخد واحد تانس وبايرمي ثامين بيموت المالارية هيبقى معنا. جميل. ايه اللي تعمله بقى? قال لك عايز تمنع الترانسيميشن. بعد ما عالكت البلازموديان فلسيبارا مليل الملاجين الخطيرة ده اللي بتخوفنا. احنا ما كناش بنده بعد البلازموديان فلسيبارا بريمكين. خالص. ما كناش بندهيه. البريمكين كنا بتدير 14 يوم بعد الريلاكسيج. بعد الفلازموديان فلسيبارا مكانش فيه بريمكين. قال لك لأ. بعد البلازموديان فلسيبارا ادي جرعة واحدة بس بالبريمكين 25 ملي جرام بكيو جرام. علشان تموت الجميس في الموسكيتو. وتمنع الترانسيميشن. لكن الانواع التانية انا اصلا بدي بريمكين فيها. خلاص. مش محتاج ادي حاجة تمنع الترانسيميشن. بعد البلازموديان فيفاكس والبليازموديان وفال انا بدي بريمكين 14 يوم عشان اعمل راديكال كيوز. ده يمنع الترانسيميشن. اللي ما كنتش بدي فيه بريمكين هو مين? هو البلازموديان فلسيبارا. مش هليدي 14 يوم. جرعها واحدة بس. طيب. بدل ما احنا تايهين كده في المالاريا. مفيش اجوية تموت كل انواع المالاريا من غير ما افكر. ده. فلسيبارا ولا ده. اوفال ولا ده مالاري. الصين عملت لنا هزي المجموعة من الادوية. الادوية الصينية اللي فضل مهدوم حقها لفترة طويلة. طيب كل حاجة جاية من الصيني يقولك لا 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 ده 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 بضعة صيني تبقى وحشة. من افضل ادوية علاج المالاريا اللي ما بتلقاهاش فيه اا 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 يعني اا دول اللي اللي ماشية ورا اوروبا في العلاج الارتميزينين. مادة جاية من نبات خدوه وصنعه منها ادوية. بقى الادوية دي اسمها ارتميزين related drugs. وتأخذ مع ادوية اخرى. فبقى فيه حاجة اسمها ارتميزين combination therapy. الايس اي تي. ادي امثلة. فيه الارتميثر مع اللومي فانترين. كان بيسعى اللومي فانترين. اهو. شايفين كده? حطنلك. على حسب وزن الجسم بياخد من قرص لاربعة اقراس. يبقى لو واحد قضلت هياخد لاربعة اقراس دول. وراهم 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 لاربعة ياخد الاربعة اقراس مرتين في اليوم يبقى الجرعة ثلاثة ايام طب لو واحد طفل ياخد قرص من المجموعة دي وهير من الباقيين واحد سنه متوسط ياخد قرصين تلاتة اربعة فهم حطولك جرعة الادلت في شريط واحد ياخد اربعة اقراس مرتين في اليوم لمدة ثلاثة ايام الثاني ارتزيونيت ومعالقه مدياكين هنا بقى هناك بص الصورة دي كان الدوايين محطوطين في قرص واحد الدوايين في قرص واحد لكن هنا معرفوش يحطوا الدوايين في قرص واحد فقرص من دول ارتزيونيت والقرص التاني امودياكين قرص ارتزيونيت وقرص امودياكين ياخد اربعة قرص الصبح واربعة قرص بالليل اربعة قرص الصبح واربعة قرص بالليل تلاتية الارتزيونيت والمفلوكين دي الشركة ما حطتش الا تلت تقراص في الشرية دي بغطر الجيب اكتر من مرة ارس ارتيزيونيت و ارس مفلوكين ارس ارتيزيونيت و ارس مفلوكين ارس ارتيزيونيت و ارس مفلوكين الاخير بقى الضاي هيدرو ارتيزينين ومعه واحد اسمه الببراكين كل هزيه الادوية و دي كمان واحد تاني الارتيزيونيت ومعه السالفيدوكسين بايرميثامين السالفيدوكسين بايرميثامين بيتاخد مرة واحدة بس رصف انصدار زي البكتيرين بتاع البكتيريا 500 ميلي جرام سالفا و 25 ميلي جرام فوليك أسد انتاجونس اسمه بايرميثامين تتجليه 3 رصف دول مرة واحدة العيان اول ما بيتجيله الانفكشن في منطقة فيها ملانية ملانية معودينه ابل اعترض تقراس فانصدار مرة واحدة وهنكمل علاج بقى ارتزيونيت ارسل 4 تقراس وانس ديلي ايه اللي احنا ما قولناهوش من الادوية اللي فاتت دي احنا اتكلمنا على الامودياكين والمفلوكين والبيبراكين والسالفا خدنا سالفونامايل لكن ما تكلمناش على الفوليك أسد انتاجونس البايرميثامين يبقى احنا محتاجين نتكلم على الفوليك أسد انتاجونس الفوليك أسد انتاجونس دايما بتتخذ مع غيرها واحنا هنجمع بقى هنا عندنا المالاريا سالفيدوكسين مع البايرميثامين اسمه فانصدار وعندنا الاتوفوكون مع البروغوانيل البكتيريا خدناها قبل كده ترايميثومريم مع الكوترايموكسازول ترايميثامين مع السالفا ميثوكسازول بيديني الكوترايموكسازول وعندنا للسرطان ليثوتريكسيت وهدا ده بيتاخد الون يبقى الفوليك أسد انتاجونس عندي ادوية تمنع تصنيع الفوليك أسد فيه تمنع الاكتيفيشان بتاع الفوليك أسد في المالاريا اللي هي البايرميثامين والبروغوانيل وعنده ادوية تمنع الاكتيفيشان بتاع الفوليك أسد في البكتيريا ترايميثومريم وعنده ادوية تمنع الاكتيفيشان بتاع الفوليك أسد فيه خليط السرطان اسمه ميثوتريكسين كل دول اسمه فوليك أسد انتاجونس للمالاريا بيتاخده مع السالفا للبكتيريا بيتاخده مع السالفا للبكتيريا بيتاخده مع السالفا علاج السرطان بيبقى ساعة تلات اربع ادوية ادوية اخرى لعلاج السرطان معان نيجي بقى اختيار العلاج اختيار العلاج اول حاجة بلازموديا مفلسيبارا مش كومبليكيتب بلازموديا مفلسيبارا مشانيعة لما بتعمل كومبليكيشن بتاخد الكلا معاها وكان فيه دكتورة عندنا في اسم الفارما في عين شمس كان راح بعثة اعتقد في نيجيريا وجاله المالاريا السرطانية ومات على الطيارة وهو راجع عشان تعرف اهمية انك تعرف علاج المالاريا وتاخد الوقاية قبل مطفوح واحد جاله انكمبليكيتب بلازموديا مفلسيبارا ياخد ايه احسن حاجة الاستين تلاتيا ادي انواع الاستين اللي احنا قلناهم قبل كده كلهم لو مفانترين مع ارتنيتر انا مش عايزك تحفظ الاسماء كلها انا عارك ان تتعرف ان فيه حاجة اسمها اي سي تي كومبنيشن سيرابي بيتاخد ثلاثة ايام من قرص الاربعة للقرص مرة في اليوم او مرتين في اليوم الاخير بس بحط معاه فانسدار اللي هو صالفا دوكسين مع باير المسامين مرة واحدة يبلع ثلاثة تقرص مرة واحدة ومعهم بقى دول لكن الباقيين بياخد اربعة تقرص صبح وبالليل دول بياخد اربعة تقرص مرة واحدة في اليوم كل الباقي اربعة تقرص مرة واحدة في اليوم ثلاثة ايام تنتهي البلازموديم فلسي بارم طب البلازموديم ريفاكس والقوفال والمالاري قال لك عندك الحلول القديمة وعندك الحلول الجديدة احنا ما كانش عندنا الحلول القديمة خالص للبلازموديم فلسي بارم لكن الاودام كان عندنا قال لك انت في حل انك تستخدم الحل القديم اللي هو الكولوروكين لو عندك المالاريا كولوروكين رزيستنس تعرف ان هناك كولوروكين رزيستنس من المنطقة اللي جاتكو فيها المالاريا من خارطة المالاريا في العالم او تستخدم الاستي ده او ده لتنينية مش فوق طب لو كولوروكين رزيستنس مفيشها للأستي خلصت كده اه طب المالاريا دي فيها ريلابس قال لك بعض ما تخلص يا فندي من فضلك لو كانت بلازموديم بفاكسة او اوفال قدار 14 يوم كوروروكي بريماكين وخلص واحد يقول لي طب ما ايه بقى خلانا مستمرين في تدريس القديم ما خلينا كلنا على الاسي تي ده بينفع في كل الحالات الاسي تي بينفع لو كولوروكين رزيستنس ريلابسن كولوروكين سينس في ريلابسن نون ريلابسن كل انواع المالاريا قال لك والله انا بديك الابشن انت في الاجزخانة في مصر لو ظهرت مالاريا في مصر اللي بيتباع فيه الاجزخانة وده اخرهم الريزوكين او البريماكين ما بتلاقيش الباقي خالص كده يبقى خلاصنا البروتوكولات بتعلاج المالاريا عايزين نعرف بقى ايه الميكانيزم اف اكشن بتاع دوة دوة منهم مجموعة الكينولينز بتانهبت انظيم اسمه هيم بوليميريز الانظيم ده بيخلي المالاريا تهضم الهيم المالاريا لما افضلت خلاصة ضم الحمرة بتاكن بتغزع الهيم لو ما هضمتوش تموت الهيم لما يتكون جوة طفل المالاريا ده توكسك للبرازايت يبقى الكينولينز كلهم بانهبت الانظيم اللي اسمه الهيم بوليميريز اللي المالاريا بتخدم به الهيم الارتميزينين دريفاتيفز في الحقيقة ما احناش عارفين قوي ولكن هو لقناه بيمسك في الهيم اير لما يمسك في الهيم اير بيحصل ايه بعد كده الله اعلم لكن فيه قال لك احتمال لما يمسك في الهيم اير بيعمل ريليز لفري راديكالز الفري راديكالز دي دايما حاجات تموت احنا متعودين للفري راديكالز انها بتبقى اكسجين فري راديكالز لا ده بيعمل فري راديكال السنتر بتاحها الاكتف كاربون فبيريليز فري راديكالز الفري راديكال دي السنتر الاكتف فيها كاربون تموت الطفيل الانتيفول الانتيفول بتانهيبت ده خدناها بتانهيبت الانزيم اللي هو اللي بي اكتفيت الفوليك اسد الديهادروفوليترو داكتيز وبالتالي ما يصنعش الفوليك اسد اخيرا في بعض الانتيبيوتكس زي الاتوفاكورون ده بانهيبت الملال السايتوكروم بي سي وان كومبليكس وده بيؤدي الى كلابس الميتوكون دي المنبرين الموتنشل اللي بيخليها عايشة بيفقد فتموت وده دوا ياتيم ما عداش علينا للمرة واحدة لما كنا بنحطه مع البروج وانيل في بقى بعض المضادات الحيوية الاخرى وده خدناها مع المضادات الحيوية لها انتي ملالة الافيكت ضعيف اشهرهم السالفادوكسي وكده يبقى خلصنا الملاريا اللي يحب يسأل في اي حاجة فيه الملاريا دكتور فضل بالنسبة للـ ASD ده سيرابي فقط ولا برودكشن برضو لما بتديه وبيموت كل حاجة لما بيموت كل حاجة يبقى معناه مش هترجع الانفيكشن تاني ولا تقدي غيرك يعني قصدي ما باخده الشوقاية أصلا يعني هو بيتاخد علاج بس لما انت لما تاخده علاج خلاص اللي تعالج ده مش هيادي غيره باش شوقاية لكن التاني لما بتدي كلوروكين بس لا لازم بتدي وراء البرمكين عشان تكمل العلاج وتمنع الري انفيكشن تاني لا ماضحة يا دكتور شكر كده يبقى احنا خلصنا كورس الفارما مالكوش عندي دلوقتي الا ان انا ازل لكم الاسئلة بتاعة الاسبيشال كيموثرابي اعملها زي ما عملت وانا ازلها لكم وهشوف الدكتور رحمة ببسطاوي العملي المفروض مش تبعي العملي تبع الدكتورة قلاء لكن انا ما عنديش مشكلة ان الحاجة اللي اتقرر عليكم هعطلكوا اسئلة العمل التاعي طيب ننهي الميتين كده شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا